أهلا بك أهلا بك أستاذ وليد أولا خليني في البداية عشان يبقى المشاهد معايا أو معانا في المناقشة الجماعة الإسلامية نفذت عمليات العنف وعمليات إرهابية كثيرة ومتعددة في نهاية التمانينات وبدايات التسعينيات من القرن الماضي حتى عام 1997 حينما نخفزت مسبحة لقصر هنا بدأت المراجعات الفكري أنا قلت منذ قليل اعتقدنا أن الجماعة بالفعل راجعت نفسها وعادت عن الإرهاب المسلح اعتقدنا ذلك لكن الجماعة ثبت أنها نفس أفكار الإرهاب المسلح هي نفسها هل دهشتنا أن الجماعة الإسلامية عادت إلى الإرهاب يعني هنا الدهشة تندهش من هذه الدهشة يعني البعض يقولك أنتم مندهشين نيه كانوا سيعودون إلى الإرهاب المسلح هل ده صحيح ولا كانت المراجعات الفكرية حقيقية بسم الله الرحمن الرحيم المراجعات الفكرية الجماعة الإسلامية مراجعات حقيقية لو عدنا بالتاريخ إلى بداية نشأة الجماعة الإسلامية كنشاط طلابي في جماعة مصر لم يكن هناك علماء يضبطون حركة الجماعة الإسلامية الجماعة الإسلامية في السبعينيات أرادت أن تتميز عن جماعة الإخوان المسلمين وعن الدعوة السلفية فأرادت أن تؤسس فكرا جديدا فجاءت ببعض أفكار أبو الأعلى المودودي مع بعض أفكار سيد قط مع بعض أفكار محمد عبد السلام بفرج ووضعتهم معا لتؤسس أفكار تكفيرية تكفر المجتمع أفكار أخذت من سيد قط الفكرة الشهيرة استعلاء الألفاء المؤمنة المستعلية بإيمانها على الجاهلية الموجودة في الشعب المصر ولأخيه كتاب شهير جاهلية القرن العشرين لمحمد قط وأخذوا من محمد عبد السلام فرج الفريضة الغائبة وبها بحث الطائفة التي تؤسس لفكر القتال كيف أنك تقتل مسلما وهو حلال الدم كيف تبيح قتل المسلم وكيف تبيح قتل أسر المسلمين التفجيرات التي تقوم بها القاعدة الآن وداعش ثم أخذوا من أبو الأعلى المودودي الحاكمية وأخذوا من حسن البنة فكرة تعارض الوطن مع الدين أنا عالمي ليس لي وطن أسميه بلادي وطني هنا أو قول هناك حيث يبعثها المنادي هكذا كانت فكر الجماعة الإسلامية دقلت الجماعة الإسلامية في صدام مع الدولة يعني تعارض الوطن مع الدين ده أحد أسس فكرة حسن البنة أحد أسس فكرة حسن البنة والذي أسسها ميلنر في سنة 1919 عندما كان سعد زغلول يقود الثورة المصرية وتم نافي سعد باشا جاء ميلنر ليقابل أحدا من المصريين لم يقابله أحد سواعد ليكن فلما عاد إلى لندن سألوه قال الأمة المصرية في طريقها إلى النهوض ويجب أن ينزل الرب إلى الأرض ليقاتل معنا فكان نشأت فكرة الدين ليس لله والوطن لله أيضا أن الشعار الجميل الذي خرجت به الثورة التسعتاشر الدين لله والوطن الجميع المواطنة لجميع الموجودين على الأرض المصرية وحب الوطن أرادوا أن يضربوا هذه الفكرة فكانت التقط إرادة المستعمل البريطاني مع طموح حسن البنة لأن يؤسس لدولة إسلامية على غرار تحالف آل سعود مع آل الشيخ في السعودية الذي نتج عنه اتحاد نجد والحجاز في المملكة العربية السعودية فكانت هذه الفكرة البزرة أن الوطن يتعارض مع الوطن يتعارض مع الانتماء للدين كانت الجماعة الإسلامية بهذا الفكر دخلت في صدام شرحت أنا هذا الصدام وأسبابه في كتاب عش الغش ولكن عندما دخلت إلى السجون كان هناك من ينظر إلى هذه الأفكار ويريد أن يرى هل هي أفكار صحيحة هل ما أحدثناه في مصر من نكايات وفي الشعب من قتل وتحريض هل هو صحيح؟ بدأ هذه المراجعة يعني كان في بعض الصادقين والمخلصين بالفعل في مراجعة أفكارين بدأوا يسألون هل قتلنا باسم الإسلام استحلنا دماء وأموال المسيحيين باسم الإسلام نفذنا عمليات إرهابية باسم الإسلام بدأوا يراجعون أنفسهم بالفعل؟ بدأوا يراجعون وكان يقود هذه المراجعات الشيخ كرم زهدي وكان معه ناجح إبراهيم وكان معه حمدي عبد الرحمن وعلي الشريف وفؤاد الدوليبي هؤلاء الخمسة بدأوا في هذه المراجعات كان يقودها كرم زهدي وكان يتناقش معهم تأخر عنهم قليلا ناجح إبراهيم لأنه كان تحت سطوة صمدر بالا كان معه في زنزانة واحدة في عنبر ثلاثة وكنا في عنبر اثنين مع كرم زهدي عندما جاء ناجح إبراهيم إلى عنبر اثنين تحرر من قيد صمدر بالا صمدر بالا لا يقبل حق إلا إذا خرج من فمه صمدر بالا متشدد جدا في أفكاره ضد المجتمع وضد الدولة المصرية وضد الأمن القومي المصري قاد هذه المراجعات الفكرية قبل أن تظهر إلى العلانية كرم زهدي بدأ علي الشريف يؤصل لهذه الأفكار الجديدة لأنه كان حنافي المذهب والسادة الأحناف من طبيعتهم أنهم منفتحون على عكس الحنابلة لذلك تجد أن أتباع مذهب الإمام أحمد مع قيمة الإمام أحمد الكبير أتباع المذهب الحنابلة أزاقوا المسلمين وعلماء المسلمين الويلات في العراق بدأت بعد ذلك الأفكار تنضج فجاءت أحداث خمسة وتسعين ثم أحداث ستة وتسعين كانت الجماعة الإسلامية تنتظر أن تبادر الدولة بإخراج من قضو خمسة عشر عاما من قيادات الجماعة الإسلامية المتهمين في قاضيتي السادات وفي قضية أحداث واحد وتمانين ولكن الدولة أعادت اعتقالهم فكانت هذه إشارة فهمها كرم زهدي أن الدولة لن تخرج الجماعة الإسلامية وأن الجماعة الإسلامية في طريقها إلى الإبادة كان إسام دربالة يرى أن الجماعة يجب أن تصمد طالما أن الخطر لم يصل إليهم لكن كرم زهدي قال كما أدخلنا الناس سجون سنخرجهم مرة أخرى بدأت المداولات وبدأ الفكر أصبح هناك طيران أصبح هناك مجلس الشورى اجتمع مجلس الشورى فكانت الأغلبية للجماعة لفريق قرم زهدي بفارق صوت واحد ثم لما جاء أسامة حافظ كان في سجن الوادي الجديد وكان في سنة 94 هو مسؤول الجماعة الإسلامية في مصر وطلب منه الأمن أن يوقف العمليات المسلحة في مصر كخطوة بادرة أمل من الجماعة الإسلامية حتى تهدئ الأوضاع ولكنه لم يستطع أن يأخذ هذا القرار ورفض وعندما ذهب إلى سجن الوادي الجديد وتم تعرض للخطر هو نفسه عندما ضرب هناك وتعرض للخطر والخطر وصل إلى ذاته في هذه اللحظة وافق على مبادرة وقف العنف دون أن يعرف عنها شيئا لذلك لا نعجب إذا وجدناه انقلب بعد ذلك أسامة حافظ أسامة حافظ انقلب بعد ذلك عن المبادرة ففي فريق اتخذ المبادرة تقيا لمجرد الخروج بدأت الدولة تريد أن تعرف تكلم كرم زهدي تريد أن نعرف هل هذه المبادرة حقيقية قال لهم سأثبت لكم أن المبادرة حقيقية سأؤصل فكريا لهذه المبادرة المبادرة فكرة التصالح مع الوطن إذن فالواجب الوطني لا يتعرض مع الواجب الديني حب الوطن من الإيمان أن الحاكمية لله وأن المعارضة فيه موجود معارض الإسلام وأن العلاقة بين الحاكم والرعية ليست رعية وإنما هم مواطنون وأن العلاقة بينهم عقد اجتماعي أفكار الطائفة والتطرس والتفجيرات انتهت بهذه الكتب أسس لها كرم زهدي وفريقه كان هناك خطوة من الدولة أرادت الدولة أن تستكشف إذا كانت الجماعة الإسلامية حقيقية في هذه المبادرة وعدم حقيقية فقامت بزرع بعضا من أعضاء الجماعة الذين يتعاملون مع الأمن في مجلس شورى الجماعة وفي مجالس شورى السجون فكان صفوة عبدالغاني مرشد للأمن يعني صفوة عبدالغاني الذي يثير الضغيج والذي أصار الضغيج أحيانا وإن كان الآن ربما حفهم منك موقفه يعني كان مخبغا للأمن أقول لك شيئا ويسمعني الآن أسامة حافظ أسامة حافظ ذهب إلى الشيخ كرم زهدي وقال له الوقت صفوة عبدالغاني مرشد للأمن وبينقل أخبارنا وقال نفس هذا الكلام عاصم عبد الماجد ولكن كرم زهدي قال ما فيهاش حاجة إحنا ظهرنا زي بطننا وإحنا مش خايفين من حاجة وإحنا عملينها لله عز وجل وفي الأمن أراد أن يختبر المبادرة في سجون مصفة كان هناك محمد حسن حمد كان يمثل دور أنه مشلول في سجن إليمان طورة في خمس سنوات في مستشفى إليمان وعندما قال له ظابط أمن الدولة إشفى فشوفيه يعني مثل أنه مشلول لمدة خمس سنوات لأن مستشفى إليمان طورة كانت هي المستشفى المركزي الذي يصب فيه معلومات السجون وتخرج منه التكاليف من قيادات الإليمان إلى أفراد الجماعة بس ولكنه يقود الجناح المتشدد الآن يعني داخل الجماعة